متابعينا الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة الثقافة والذي سنقدم فيه الشخصيات الحقيقية لمسلسل ممالك النار لكن قبل ذلك من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد لا تنسى أيضا من فضلك الاعجاب بالفيديو ونشره حتى تساهم في التعريف بالقناة أثارت الدراما ممالك النار جدلا كبيرا ذلك أنها تتناول فترة شائكة من تاريخ مصر والشام وحتى الحجاز وهي نهاية دورة المماليك وبداية الحكم العثماني وفي هذا التقرير سأقدم لكم الوجوه الحقيقية لهذه الشخصيات التاريخية لتقرروا بنفسكم هل يشبه ممثل ممالك النار الشخصيات الحقيقية أم لا البداية طبعا مع تومان باي والذي أدى دوره خالد النبوي فيما أدى إدريس خروبي دور توماي باي صغيرا نمر إلى دور قنصة والغوري والذي أدىه رشيد عسفان أما دور السلطان محمد الفاتح فلقد أدىه رفيق علي أحمد فيما أدى عبد المنعم العميري دور السلطان بيزيد الثاني ابن محمد الفاتح نأتي الآن إلى السلطان ياو السليم الأول والذي أدى دوره الممثل محمود ناصر فيما أدى الطفل معتز هشام دور سليم الأول في سباه وأما بالنسبة للأمير جم ابن السلطان محمد الفاتح فقد قام بدوره يامن فيومي نأتي الآن إلى السلطان الأم عائشة حفصة والتي أدت دورها سهير بن عمارة وأما هذه فهي الصورة الحقيقية لابن عربي والذي أدى دوره بهاء ثروت وهذه طبعا الصورة الحقيقية للسلطان سليمان القانوني الذي أدى دوره قصي الشوفي فيما أدى الممثل نظام نجم دور خير بيك وتلك هي صورته التاريخية وأما هذا فهو مدفن السلطان محمد الفاتح بين الحقيقة والمسلسل فيما تجسد هذه الصورة السلطان بيزيد الثاني وهو يقاتل ابنه سليم الأول في أوراس داري وتعبر هذه الصورة عن الانكشارية في عهد الدورة العثمانية والتي قام بدور زعيمها تغلي آغا على الدين قاسم نأتي الآن إلى هذه الصورة والتي تجسد معركة الريدانية التاريخية نمر إلى شانه الشاه أحمد بن بيزيد والذي أدى دوره على الزوبي ثم إلى كوكا سينان باشا والذي أدى دوره رامز الأسود وأما بالنسبة للصدر الأعظم يونس باشا فقد أدى دوره شادي الصفدي وننهي هذا التقرير بهذه الصورة التاريخية والذي تجسد شنقة مان باي على باب زويلا وهكذا أكون قد قدمت لكم الوجوه الحقيقية لهذه الشخصية التاريخية أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم وإلى اللقاء في التقارير القادمة التقرير القادم الذي هو بصد الإنجاز سيكون عن الحقيقة والخيال في الجزء الثاني من دراما السلطانة كوسين إلى اللقاء